في ضوء الجهود التي تبدلها الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة لتطبيق أمر منع التجول قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين ظهر في مقطع فيديو في مخالفة لأمر منع التجول والقيادة بطريقة متهورة داخل حي سكني فضلا عن إثارتهما للرعب داخل الحي بإطلاق عيرة نارية كما قبضت على مواطن آخر تلفظ بعبارات مسيئة وقبضت كذلك على مقيم من القبائل النازحة يتباهى بخروجه أثناء فترة المنع علاوة على توثيقه لعبارات وألفاظ مثيرة للنعرات القبلية وفي منطقة عسير تمكنت الجهة الأمنية من تحديد هوية مواطنة والقبض عليها بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تقود مركبتها أثناء فترة منع التجول وقامت بتوثيق ذلك ونشره كما تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم من الإطاحة بعدد من مندوبي التوصيل أثناء نقلهم لأشخاص داخل مركباتهم ومحاولة إخفائهم عن أنظار رجال الأمن أثناء المرور من نقاط التفتيش وفي القصيم وجزان ضبطت الجهات الأمنية وافدين من الجنسية الباكستانية أعدوا مقر سكنهم مكانا للحلاقة كما قبضت على وافدين من الجنسية اليمنية خالف أمر منع التجول وخرج أثناء وقت المنع بتخفي أحدهما داخل صندوق وأخيرا في حفر الباطن تم القبض على مواطن وثق مخالفة لأمر منع التجول متباهيا بذلك ومحرضا سكان المحافظة للامتثال بسلوكه المخالف ترجمة نانسي قنقر